بيقولك اي حد في المنظومة الرياضية اطلبه ييجي بيقولك انا القانون بتاعي كده ما هو يا جماعة انتو عارفين قياس مع الفارق طبعا زي ما اجي اقولك ايه اصل النيابة استدعت واحد علشان عنده تهمة فالواحد ده قال مش جاي فوكيل النيابة استقال هو في حاجة كده هو في حاجة كده احنا هنطبق القانون في البلد دي ولا لا لا خلاص بقى يعني فالايه كل واحد بقى ياخد حاوه بيده لا ياخد حاوه بيده زمالك ياخد حاوه بيده كل واحد بقى فاللي يقدر يقدر على حاجة ياخدها فيوتشر وبيرامتز برضو يتصرفوا كل واحد يتصرف انما هل دي منظومة رياضية مبتكلمش عن الكورة وبعدين فين وزارة الشباب والرياضة فين دور الدولة الريجيليتر اللي هو بينظم العملية الرياضية كلها برضو انا ما بقولش مين غلطان ومين صح ومأداخة ولا حخش في التفاصيل البيخة الكتيرة ايه رأيك بقى لجنة القيم والاندباط تضم في عدوياتها قضاء وذلك بناء على طلب الفيفا اعضاء اللجنة يعملون بدون مقابل مادي وقت لجنة المهندس احمد مجاهد اقرت مكافأة للجنة للجنة القيم للاندباط تلات تشهر ورفض الاعضاء الحصول عليها وطلبوا من الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالي التبرع بها لصندوق تحيا مصر الراجل بيقولك انا شغال انا واللجنة تطوعا ده قضي كبير مش تغير يعني لجنة الاندباط يعلوها لجنة الاستئناب برئاسة المسشار عدل الشرباجي ويعلو ذلك لجنة فض المنازعات بالفيفا فاتحاد الكرة يقولو ايه يقولو ما تزعلش يقول النبي احنا مش عايزينكوا تستقيلوا ورجعوا فين قدرة اتحاد الكرة فين قدرة لجنة الاندباط فين دور وزارة الشباب والرياضة انتو حتسيبوها كده انتو حتسيبوها كده في وقاع محددة حصلت من اطراف كتيرة التحقيق واجب العقوبة واجبة لو لحة ما ينفعش خلاص كل واحد بها يا جماعة ربنا معاه هل دا يرضي حد هل الكلام انا في حاجات نصبت لجلاتنبرج دا مش عايز اقولها طب انتو ازاي جايبين واحد مش متفرغ وعاديين تقولولنا قصو ما كانش موجود وبعدين يقولك ايه يقولك بيقولهم ليه شهرين قالوا لا ما الشهرين دول انت خدتهم في الاول كده قال لهم مش في العقل فحيروح يرفع علينا قضية برة انو الاتحاد المصري عليه 80 الف دولار ما دفعهمش ايه التخبط دا وكل دا ليه المسألة اسهل من كده يا جماعة انتو تعرفوا برة مين رئيس الاتحاد الكرة الانجليزي مين رئيس الاتحاد الكرة الاسباني ما لهمش اسامي دا انتعرفت الفرنساوي دا لما تعاقب ليه هو الاسامي مش مهم في قانون في نظام